لم تمر ساعة قليلة بين تشديد حكومة كردستان على مواجهة الصلاح المنفلت سيم بالهجمات الصاروخية حتى فجع العراق بحادثة احدثت فجوة اكبر في ميزان الثقة بانهاء مسلسل العنف والانفلات فاجعة هزت المجتمع والقطاع الاكاديمي بعد ان قتل عميد كلية القانون كوان اسماعيل واستاذ كلية الهندسة ادريس حمخان بجامعة صلاح الدين على يد طالب مفصول كما اصاب رجل امن داخل حرم الجامعة جريمة النكرى هزت اركان العملية التعليمية كذلك ورفعت سقف المطالب العاجلة بضرورة حماية سيادة القانون وحماية الحرم الجامع خشية تكرار مثل هذه الظواهر وفي شلال العنف الذي يضرب في كل مرة جسد الامن في البلاد تظهر الاسباب غير المقبولة والتي تأتي كمبررات على ازهاق ارواح مواطنين ومعلمين وقضاة ومهندسين فالطالب الذي نفذ الجريمة جاء بالفعل منتقما من زوجة الضحية التي كانت السبب في فصله من الجامعة وفق وسائل اعلام كردية وقال شهود عيان ان الطالب توجه الى منزل الاستاذة التي تسببت بطي قيده بعد ان قام بمهاجمة عميد كلية القانون الا انها لم تكن موجودة فلم يجد سوى زوجها الدكتور حمخان الذي هرب من المتهم الى سطح المنزل شيعت جنازة الاكاديميين بحرقة دم وغضب واستنكار واسع الا ان القضية فتحت بابا واسعا على ضرورة انهاء مشاهد القتل المروعة التي ترعب المواطنين رئيس حكومة اقليم كردستان اعلن القبض على طالب قتل استاذين جامعيين في اربيل عاصمة الاقليم كما قدم لذويهم العزاء والمواساة قضية تذهب الى التحقيق وتعزز مبدأ مواجهة الانفلات والعنف الذان يضربان سيادة القانون اشتركوا في القناة